إن هذه المعلومة وردت في كلمة وزير السروة الحيوانية والإنتاج الحيواني الضراهيم عواطة أثناء عملية توقيع الاتفاقية لمشروع تنشيط شبكة مراقبة الأمراض الوبائية للحيوانات وجرت هذه العملية مع ممثل منظمة الأغزية والزراءة في جاد مارك مانغوسو كما وصف الوزير هذه الخطوة بأنها استجابة فعالة للحفاظ على هذه الإمكانية الكبيرة مؤكدا أن مساحمة منظمة الأغزية والزراءة هذه تتميز بدعم متعدد الأوجه يتراوح بين حشد الخبرات وتعبية الموارد المالية وتطوير العمال ذات الأولوية لصالح التجمعات الرعوية والزرائية ممثل منظمة الأغزية والزراءة مارك مانغوسو قال إن المبادرات تعتبر دعما لعادة تنشيط الآلية للحد من الوباء والأمراض التي توصيب الحيوانات في البلاد ترجمة نانسي قنقر